اشتركوا في القناة وتنافس اي دولة بر مصر تقدر يعني بتعمل تنظيمات كبيرة وإفنتات عالية لكن انا بصراحة لانا شفته النهاردة حاجة يعني يفخر بها كل مصري فعلاً واي اكتر جلسات اللي انت كنت مهتم انك انت تحضر والله هو انا يعني الحمدلله كان ليا الحظ ان انا حضرت معظم الستشنز كلها فهي مش هقدر اقول اي احسن من ايه لان كله بصراحة كان حاجة يعني حاجة قوية ما فيش موضوع معين انت مهتم بيه شخصياً والله انا كنت مهتم بجزء الرياضي وجزء العلمي وكده ويعني حضرت اكتر من سيشن ليهم بس في نفس الوقت التنظيم والماتيريا اللي بتتقدم ماتيريا المحترمة جداً فيعني بتأتركت الواحد ان هو يقعد ويسمع حتى لو هو مش في مجاله فحاجة طبعاً كانت حاجة بروفيشنة لقوي معمولة وبصراحة يعني احنا يعني انا شايف ان مصر فعلاً في حتة تانية مش مجرد كلام ومش اعلانات ولا بروباجندا لا انا شايف فعلاً ان الخطوة اللي احنا بنخطوها دلوقتي لا فعلاً زي ما الناس بتقول وزي ما قيادة بتقول ده فعلاً عبور تاني لمصر احنا بنعمل بنقدم حاجة مش لمصر للعالم كله وبنقول للعالم كله ان احنا قدرين ان احنا نعمل فعاليات ما حدش يقدر يعملها غيرنا كمان طب كلمنا بقى شوية عن البطولات اللي انت بتخضر له والله هو الحمد لله طبعاً بفضل ربنا ودعاء امي واهلي والمئة مليون مصر اللي كانوا في ظهري في البطولة اللي فاتت الحمد لله انا كسبت بطل عالم من روسيا نيكيتا والمفروض ان انا عندي مطش تاني للحفاظ على اللقب لان انا دلوقتي انا معايا لقب بطل عالم محترفين والمفروض ان المطش ده خلال الشهرين اللي جايين شركة روابط وشركات المنظمة بتحدد مع الاتحاد الدولي المعاد والمفروض ان طبعاً المطش اللي جاي ده يعني بس احنا ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله بالتوفيق ان شاء الله طيب حضرتك كمان مهندس في علوم الفضاء دكتور مهندس ازاي بتوفق بقى ما بين الشغل والرياضة صصوصاً انك بطل عالم يعني والله هو الموضوع طبعاً انت بتحدد اولوياتك في الحياة وبتحدد بتعمل تايم بلان لكل حاجة انت بتعملها خلال يومك لان الموضوع مش مش يوم واحد وبتمشي او بتعمل تارجت وخلاص ده بقى لايف ستايل انت بتصحى عشان تعمل تدريبات بعد كده تروح شغلك بعد شغلك ممكن تتدرب تاني بعد كده بتشوف بيتك بعد كده ممكن لو فيه وقت ان انت تقدر تذكر فيه او تدور فيه على ابحاث علمية او الكلام ده كله تقدر تعمل الكلام ده وبتسايل الكلام ده كل يوم وبعد كده طبعاً فيه يوم الويك اند دابعاً ده بيبقى أساريو بيبقى للبيت بس والأسرة ووالدتيو فانا منظم الوقت كويس قوي علشان اقدر ربنا يكرمني ويبقى فيه اتشيف منتس في اكتر من فيلدي في دروت جاء احد ويروس كورونا الناس كتير بقى كانوا مكسلين ان هما يلعبوا رياضة وناس كتير كانوا رياضيين وبعد كده مبقاش عندهم نفس الحمايس عشان قعدوا شهور كتيرة في البيت تقول ايه للناس ده؟ والله هو ده طبعاً فكر غلط لان انت عايز يلعب رياضة ممكن يلعب رياضة حتى في البيت يعني الموضوع بسيط جداً يعني التكنولوجي والسوشيال ميديا والكلام ده مخلتش حاجة يعني اي حد عايز يقدر يعمل تدريبات معينة فممكن بمنتهى البساطة يقدر يخش على تراستد سايتز تمام؟ يقدر يجيب من عليها داتك تراستد بردو لان مش اي حاجة مش اي ماتيريال اقدر اخد من على اليوتيوب او من على السوشيال ميديا فهي تراستد ومية في المية صح فانا سهل جداً انا اشوف ويب سايتز محترمة واقدر انزل من عليها اساليب تدريب واقدر اتمرن وانا موجود جوا بيتي فانا اولاً بكي بنشيب وبزبط جسمي وبحافظ على صحتي وطبعاً مع موضوع جائحة كورونا فانت المفروض بتاكل وبتتمرن مش بس نايم في البيت خايف واقفل عليك الجدران البيت وخلاص فلا انا بلتزم بكل التعليمات الاحترازية علشان خاطر ما ازيش حد حوالي وفي نفس الوقت انا كمان بحافظ على صحيتي مش بس ان انا اخد فيتامينز لا ان انا اخلي صحيتي دايماً في جود كونديشنز طول الوقت تدريب كويس نوم كويس اكل كويس معناه في النهاية ان المثلث اكتمل ان انت تبقى صحياً كويس او طب لو هتقول رسالة لشباب العالم من منتدى شباب العالم تقولهم ايه اقولهم لو عايزين لو عايزين تشوفوا مصر تعالوا مصر لو عايزين تشوفوا مين هي مصر فعلاً تقدروا تيجوا دلوقت مصر تنورونا وتشوفوا احنا فين وهنبقى فين وده اللي انا بقوله لكل الدنيا احنا عندنا في مصر الحمد لله بايونيرز في كل المجالات دلوقت الحمد لله بقى فيه فرص كتيرة ليهم ان هم يقدروا يثبتوا لنفسهم ويثبتوا لبلدهم وقيادات الدولة ان احنا قادرين نعمل وقادرين ان احنا فعلاً نبوش في الاتجاه الصح علشان خاطر البلد دي تاخد مكانها الصح وتاخد وضعها الصح على الساحة الدولية مش مجرد بالاسم او بالكلام او ان احنا عايزين نعمل دعاية لا احنا دلوقت قادرين فعلاً وقادرين ان احنا نوقف البلد دي على رجلها وقدام الناس كلها مش بس بيننا وبين بعض طب رسالة للرياضيين بقى رسالة للرياضيين ما تفكرش في سن انا عندي 43 سنة وستيل الحمد لله وورلد شامبيون وما تفكرش في الظروف لان لو بصيت على ظروفك المادية او ظروفك بتاعت شغلك او ظروف عملك وظروف بيتك وكلام ده مش هتتحرك سنتيمتر واحد خطط كويس فكر كويس في كل الاتجاهات اللي انت عايز توصل لها اعمل بلان محترمة بالورقة وبالقلم ما تعملش بلان بس كده وبهزرد وراندم وانا دلوقتي هبقى هنا وبعد لا خطط اعمل لونج تيرم بلان وشور تيرم بلان ووضب كل حاجة عشان توصل في النهاية للبوينت اللي انت محددها واللي انت عايز توصل لها وبعد ما تعمل الكلام ده هتوصل ما فيش حاجة هتمنعك ما فيش اي اوبسيكلز موجودة قدامك غير جواك اصعب وده اللي انا بقوله لكل اخواتي الرياضيين اصعب عائق هو العائق النفسي اللي موجود جواك انت مش العائق اللي موجود برا مش حدودك مش المشاكل اللي ممكن تقابلك برا انا ما بتكلمش ان الحياة وردية وما بتكلمش ان الموضوع piece of cake وحاجة سهلة جدا ممكن تتعامل بمنتهى السهولة لا انت لكل مجتهد النصيب لو انت ما بازلتش موجود انت مش هتوصل بس خطط صح وفكر صح عشان توصل لو انت قدرت تكسر الحاجز النفسي جواك وتعدي حدودك انت هتعدي وتوصل لطريقك ما قدرتش لو كل السبل والامكانيات موفرة لك تمام مش هتعرف توصل لأي حاجة وده لانا بقوله لكل واحد عايز يبقى بطل وعايز يوصل لمنصة عالمية يقول فيها انا مصري ويقول فيها شكرا يا مصر ان انت عملته دي شكرا يا دكتور محمد يعني مشاهدينا كان معانا الدكتور محمد عبدو ابو ستيت بطل العالم في الكيك بوكسنج شكرا